السلام عليكم ازايكم يا جماعة اخباركم اياه ان شاء الله هل نتكلم على موضوع بسيط اوي اللي هو تطوير وطر اكيريز في العيال العيال اللي هي ماشي على طراطيف صابحة انا الدكتور احمد العطارس الشرك راحت العزام ورامود الفقري هو يعنيه وصير اصلا وطر اكيريز العيال بيما ماشي على طراطيف صابحة كده يعني وطر اكيريز وطر ماسك من اول الكعبة من هنا لغاية فوق الرجبة لما يبقى اصير سواء كان من فوق الرجبة او العضلة دي وطر اكيريز دي جمعت تجمع ثلاث عضلات فيه اختبارات معينة بنعرف عشان نطول منين من هنا ولا بنطول ازاي لو كان السبب من فوق الرجبة بنطول من هنا اذا كان السبب من تحت الرجبة بنطول من هنا يعني بصرف النظر على الدخول في تفاصيل وطر اكيريز اصير يخلي الواحد ماشى على طراطيف صوابه على فكرة هو من اول العيال لغاية الكبار انا بتكلم دلوقتي على اشهر نوع اللي هو اللي هو اللي احنا بنسميه الاديوباثيك او اللي ملهوس سبب العيال بيبقى كل يعني احنا هنشوف بعد شوية في الفحص احنا اهم حاجة عندنا انه ما يبقاش عنده حاجات تانية لان الماشية دي بتبقى مشهورة مع حاجات انواع كتيرة من التعب في المفاصل وفي الاوتار اهم حاجة عندنا انه ما يبقاش كده غير كده امره هين ان شاء الله طيب وقلنا التشريح بتاعه انها مسكة من اول الكعب لغاية فوق العضلة النحيتين دولا دي عضلة وفي عضلة كمان قدامهم وفي عضلة صغيرة قوي على الجنب فالوطر بتاع اكيرز الحتة البيضة الكبيرة قوي دي اجتماع ثلاث عضلات في منهم عضلة ضخمة جدا اللي هي السمانة من ورا طيب ايه مشكلته لما ما بيتعالكش اولا النوع الغير المرن كده كده محتاج علاج سواء كان علاج طبيعي او جراحي يعني علاج تحفظي او جراحي مش هيتحسن لوحده معظم الحالات بتستجيب للعلاج التحفظي طيب القسر القسر الوطر دوت لها اسباب كتير قوي واحدة من ضمن اهم الاسباب مشاكل العصبية معظم المشاكل العصبية بتتطور ما عدا الشلل الدماغي ثابت ثابت من ناحية سوء الحالة العصبية بس على مستوى المفاصر والاوطر بيتقدم يعني تقريبا كل المشاكل العصبية كل المشاكل العصبية بتؤدي الى السوق فمفيش داعي لتضيع الواء سواء كنا بقى تعالجنا تحفظي تعالجنا جراحي لازم تبقى عارف حضرتك ان في نسبة رجوع طيب الاعراض ايه؟ هو بيمشي عطلقتي في صوابه بدان بيمشي عطلقتي في صوابه يبقى غالبا في مشكلة في المشي وبالجاري ودي يمكن اكتر حاجة بتدايق الاه ان العيال اللي قدوا بيقدروا يتحركوا ويروحوا ويجوا هو مش قاد لي Baron والمشكلة دي انا شخصيا واقعت فيها yuh shop واقول لكم هنفكر فيها ازاي طيب بندور على ايه بقى؟ بندور على من أول لما الام حملت من ضمن الحاجات المهمة قوي اللي بنسأل عليها هو العيال دوت ابتدى يسند رسه من امتى يعود امتى يزحف امتى يمشي امتى الكلام ده مهمة قوي بنفحص المفاصل كلها انا قلت لكم ان الاهم من المفصل اللي تحت ان الرجل بصل تحت انه ماشي على ترطيف صافه بقية المفاصل بقية الحاجات لو اخدتوا بالكم معظم الفحص متوجه ناحية الدماغ وناحية مشاكل الحوض والرجبة كلام من هذا القبيل اذا كان فيه اوطار تانية مضروبة معاوة يعني قصيارة معاوة لأ وطبعا العرض الرئيس اللي بيخلي المريض تقريبا الاهل ييجو هو انه هو مش عارف يحط وشه رجله صحة على الارض مش عارف يلبس الشوز صح مش عارف يجري زي بقية العيال بصوا بها جماعة احنا بنتكلم على الجزء اللي هو ملهوش سبب اللي هو كل المفاصل وكل الاوطار حلوة المشكلة كلها في ان رجله بصل تحت بيمشى على طراطيف صواب طيب احنا معنا نستنى وغاية ثلاث سنين انا عن نفسي استنيت المدة دي بس انا لو كان رجع بي الزمن المشكلة في ايه بقى المشكلة لو لو الواحد فاهم المشكلة في الاهل الزوجة والمشكلة في الاهل جدود لما بيشوفوا ان حفيدهم كله بيجري وهو لأ فبلاش ثلاث سنين خليها نمسك العصاية من النص ان العيل مش راضي يهبط وممكن نبتدي من الجبس بدري يعني الجبس بيساعد بنسب قوية جدا انه يعود العيل ويعمل استريتشات على وطر اكيلز من بدري بتفرق كتير بنقعد نعمل مثلا ممكن 3 اربع جلسات على مدار مثلا من 3 ل 6 اسابيع ونشوف الوضع ايه الكلام دوت يا جماعة مفيش في قرآن اهم حاجة عندنا ان ما يبقاش في عنده مشكلة تانية بعد كده احنا بنفهم العيان ده وده وهو اللي بيختار العلاجة طبيعي الحقن يعني في الحالات بقى اللي هي بيبقى فيها مشاكل تانية يعني هنبقى نتطرق للموضوع دوت لوحده اللي هو حقن البوتوكس في حالات الشلل الدماغي ده هيبقى ليه حاجة تانية هنعمل لها اعضا ان شاء الله برضو خلي بالكم ان العلاجة التحفظة ده بيعتمد على حاجات كتير قوي فيه نسب انحراف بتبقى قوية جدا السن كل ما يكبر يعني مسلا لما بنجي نشتغل عند سنة ولا سنة ونص غير لما بنشتغل عند بلاء ستة ستة لأسباب غالبا بتبقى يعني ايه عصبية احنا مركزين اكتر في الجزء اللي هو ايه السن الصغير طيب العلاج الجراحي ايه بنطوله بنعمله امتى لو اللي فاتمه ما خفش هو الوحده او انا اه عملنا علاج طبيعي او جلسات جبس وبرضو الامور ما تحسنتش وكمان ما اثر على المشي فما فيش داعي الاستمرار على الوضع كده بالذات ان النسب التحسن وعدم الرجوع بتوصل من 80 ل 90% هنحط المحاطرة دي ان شاء الله في مشاكل الاطفال او سواء كان على اليوتيوب او على الويب سايت بتاعنا صحة حضراتكم تهمنا سلام عليكم